انا مش عايز اخدكو في حتة تانية تقولولي احنا لا انا بتكلم على نقطة معينة انا بتكلم على نقطة التحكيم ما بمسكش فيها بس انا بقول الواقع اللي انا شايفه او اللي احنا شايفينه كابتن عصام طاح فينا كلنا انا خبير ماشي يا كابتن عصام طور طور احنا اللي احنا شايفينه وفيش فيه تطوير خالص قولي في السنة دية وصل لكم حاكم من كاس العالم في اللي جاي ان شاء الله في قطر في حاجة في مصر يرايح الكاس العالم اللي جاي مفيش في الملعب مفيش حد طب انت مسك السنة كاملة يا كابتن عصام اللي حصل فيه تطور لا مفيش تطور بالعكس فيه تراجع والاخطاء متكررة والمعايير غريبة جدا 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 المعايير بتختلف من ماتش للتاني من فريق للتاني وضربات جزاء وهمية تتحسب وفي اتجاه فرقة معينة برضو هنقول بدون قصد برضو بدون قصد بس تطور وبعدين حضراك طالع تقولي ان الحكام الاسبان لا ماكنوش كويسين ماكنوش على مستوى الحدث وما حسبوش ضربة جزاء للزمالي معين كل الخبراء اللي تلعو قالوا ان الكرة مفيش راكل الجزاء خالص خالص بس الكابتن عصام شافها بطريقة تانية شافها بطريقة تانية طريقة الاحتواء عشان كده قالك ايه الاهلي بقى ما يطلبش حكام اجانب تاني لان الحكم اخطأ والخطأ اثر على انتيجة المباراة يعني بعد كل ده الناس كلها ليها رأي والكابتن عصام عفتاح ليه رأي تاني خالص طب والاخطاء المستمرة يا كابتن عصام من الحكام المصريين اخبارها ايه انت بتضيع مجود فريق كامل طول الموسم كامل بتكلم على فوق وعلى تحت شوف الاندية كلها كابتن عصام بتصرخ ايه من التحكيم مش النادي الاهلي بس بتصرخ ايه من اخطاء الحكام بتصرخ ايه من تعامل الحكام مع اللعيبة في الملعب شوف بقى الفرق بينهم وبين الحكم الاسباني اللي قدار مباراة الاهلي والزمالك يوم الحد اللي فات شوف واضح يا كابتن عصام انك ما شفتش الماتش واضح ان حد قالك حاجة او واضح ان انت تفرجت على ملخص كده بس الشاشة كتعندك مش هوشة شوي بلاش يا كابتن عصام تعامل معانا بالكلام دو يعني لما تيجي تتعامل معانا بكلام تقول كلام معقول تقول كلام يعقل الواحد يعقل يفكر فيه اه ماشي الكابتن عصام اه فعلا الكلام صحيح انما ما تقولناش الكلام بتاع الاحتواء ما تقولناش على الكلام اللي هو ما يخشش الدماغ اللي هو في اتجاه واحد بس اللي هو يخدم فرقة واحدة بس نروح بقى ليه ماشي النهاردة ماشي النهاردة ماشي مهم جدا 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 قدام غاز المحل المكسب ضروري جدا فيه